انتهت الحكومة من استعداداتها المبكرة لإجراء امتحانات الثانوية العامة لأكثر من 800 ألف طالب وأكد وزير التربية وتعليم رضا حجازي أنه سيتم صحب الامتحانات بنفس مواصفات العام الماضي من بنوك الأسئلة بما يضمن جودتها ودقتها مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجانا من الخبراء لاعتمد نموذج الإجابة حرصا على تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملا هذا وأشار إلى أنه سيتم تصحيح إجابات أسئلات البابلشيت إلكترونيا وتصحيح إجابات الأسئلة المقالية ذلك من خلال إرسال صورة إجابة طالب لاثنين من المعلمين عبر التابلت الخاص بالمعلم وفي حال وجود اختلاف في التقييم بأكثر من نصف درجة يتم مراجعة تصحيح الإجابة عبر معلم ثالث لضمان حصول الطالب على حقه كاملا